اشتركوا في القناة في رفع ما اسماه الاحتلال الاراني عن لبنان ظن كثيرون ان المنصق العام السابق لكوار 14 من اذار اشتاق لتسمية جذابة بهذا الحجم يطل بها عبر الاعلام وذلك على اعتبار ان الرجل الذي تتهمه الاحزاب المسيحية التي سبق لثورة الارث ان جمعته بها انه لا يعرف حدود حجمه السياسي ليقف عنده لم يكن ليرتاح باختزال تاريخه السياسي بعبارة نائبا سابق لكن هل كانت الامور فعلا بهذه البساطة ام ان ابن قرطبة كان يعلم على اي مشروع كبير نحن مكبرون وان حصة طهران في لبنان ستكون صفر نفوذ وفقا للمشروع الجديد هل كان يراهن على ان المرحلة القادمة ستتطلب اطرا تنظيمية جديدة تغري اللاعبين الدوليين بالتواصل معها بدلا من الاحزاب التقليدية بما فيها الكتائب والقوات والاهم وبكل صراحة وعلى ضوء كل ما يجري هل يقبل ان ينتصر مشروعه السياسي من خلال المسيرة الاسرائيلية خصوصا وانه سمت من لا يزال يعير المسيحيين منذ عام 82 بالدبابة الاسرائيلية فارس سعيد المتطرف الاكثر اعتدالا من بين خصوم حزب الله هو ضيف ليلى مسيكي بالنور وفاجأتيني بها المقضي بال اللي فيها كل شيء بنا رحكي اليوم اللي فيها كل شيء يلا لنبلش بالبداية لما اطلقت ضرورة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان هل كان يعلم فارس سعيد فعلا على ما نحن مقبلون عليه ولا لانه فعلا شعرت بمكان معين باننا تحت الاحتلال يعني علما انه محدة كان عم بقول شوى المعرك نعم يفتحها فارس سعيد بالوقت يعني لا انا من من الناس اللي يشتغلوا السياسي بمرحلة ظنينا من بعد الالفين وخمسي بانه خروج الجيش السوري من لبنان سيؤدي الى تبدل اوضاع جذريي على مساحة المنطقة ويفسح بالمجال لما سميناها العبور الى الدولة استضمنا سريعا باستبدال فريق كان متسلط على القرار الوطني اللبناني بفريق اخر رأى ايضا في تسلطه على القرار الوطني اللبناني مكان لالو نتيجة يعني ظروف اقليمية طبعا وظروف دولية ولكن اكيد افسح لالو ايضا المجال بالداخل اللبناني كما اكتشفت انه وضع سندق الاقتراع في وجه السلاح السلاح يلغي نتائج ديمقراطية يعني بالعام 2005 انتصر 14 ادار بسندق الاقتراع وبالعام 2009 انتصر 14 ادار بسندق الاقتراع ما ادر يعمل حكومة وما ادر يعبر الى الدولة وبالتالي رحنا على مقولة اخرى يجب ان نذهب الى سندق الاقتراع حتى نحافظ على شكل ديمقراطي بلبنان انما يجب ايضا ان نحاور حزب الله وذهبنا الى طاولات الحوار التي كانت رديف للمؤسسات الدستورية وذهبنا الى حوار لم ينتهي وايضا يعني طاولات الحوار انتهت بجملة غلية وشراب زومة هناك منظن بانه اذا بنعمل توازن شعبي واهلي واوقات بالعضلات بوجه حزب الله ادرين انه نقدي الى نتائج انا برأي ايضا اتت سبع ايار لالغاء هذه الافكار التي كان ربما حدا عنده اياها وبالتالي مع تطور الامور ومع وعي على ما يجري في المنطقة منذ الاشتياح الامريكي للعراق في العام 2003 ويلي تلاي طبعا اعدام صدام حسان وفاة ابو عمار اختيار رفيق الحريري ببيروت يلي رفع عمليا ثلاث حواجز كبرى امام الاندفاع الايراني يلي دخلت على هذه المنطقة بدعم الولايات المتحدة ادت الى الوصول الوصول هذا النفوذ الى البحر الابيض المتوسط وادى الفراغ السياسي اللي شهدته الساحة اللبنانية من بعد سبع ايار 2008 ادى الى ان افسح المجال امام حزب الله الذي يمثل هذا النفوذ الايراني في لبنان ان يشتاح كل شيء في لبنان عم بتقول بس هذه الاندفاع بدعم الولايات المتحدة طبعا وكدت مصر علي حتى قابل سابقا دايما المصر انه امريكا كانت عم بتقول نفوذ الايراني في المنطقة انا انا يعني من اللي بيعتقدوا طبعا يعني من خلال القراءة ومن خلال ويمكن في ناس بنى معي بهذه الفكرة انه بعد 11 ايلول الالفان وواحد اعتمدوا الامريكان اعتقدوا بانه مصدر القلق في العالم نحكينا احنا بالالفان وواحد يعني اي حوالى عشر سنوات او 11 سنة من بعد سقوط الحرب البردي اعتقدوا انه انتقل الصراع بالعالم بين الايديولوجيات السياسية يعني الرئاسمالية والشيوعية من جهة الى ثقافة يعني الى صراع الثقافات والى صراع الحضارات وبانه الاسلام هو مصدر القلق على العالم وبالتحديد ظنوا بانه ايضا دخلوا بعملية فرز بالعالم الاسلامي انه القلق الحقيقي يأتي من التطرف السني وبانه ربما في حال لعبنا ورقة النشو الشيعي في المنطقة ممكن انه نستخدم هذه النشوة من اجل وضع حد او من اجل تحسين ظروف المفاوضة او من اجل ابرام اتفاقات جديدة مع البحر السني العالمي وبالتالي كل هذه الامور يلي يلي اتت من خلال يعني انه اليوم نحن بعصر عصر فعلا جلاس نوست بمعنى عصر في شفافية نتيجة القراءة نتيجة سهولة الوصول الى الخبر نتيجة سهولة قراءة ما يصدر عن كل دور الدراسات بالعالم من الواضح انه كان هذا النفوذ الايراني بالمنطقة منذ العام الفين وثلاثة مدعوم بشكل اساسي من قبل الولايات المتحدة طيب متى بطل بدهم الولايات المتحدة يدعموا هذا النفوذ انا انا برأيي انا برأيي انا برأيي من بعد سنة تمام هالسنة اكتشفنا بانه القرار هو قرار ايضا دولي بقيادة الولايات المتحدة لانكماش النفوذ الايراني في المنطقة والى تراجع النفوذ الايراني بالمنطقة مش تفصيل اختيال امين عام حزب الله مش تفصيل يلي صار بالمنطقة ويلي عم بيصير بلبنان اليوم مش تفصيل انه ربما اسرائيل عم بتنفذ اجندة دولية واجندة ربما امريكية تهدف الى تراجع النفوذ الايراني في لبنان في سوريا وفي العراق وبالتالي هذه القراءة سمحت للي ان يقول بسهولي بانه فعلا بما انه ما قدرنا نبدل الاوضاع من خلال سنديق الاقتراع وما قدرنا نبدل الاوضاع من خلال موازين القوى مصارحة اللبنانيين بانه لا حل في لبنان الا اذا استرجعنا قررنا الوطني والا اذا رفعت هذا الوضع اليد وبرهنة الاحداث يعني بدون ادعاء انه بتصور وصلنا الى نتائج واضحة بانه البلد قراره منه بييده ما بعرف اذا كان فعلا حزب الله بده يدخل بحرب المساندة او اقحم في هذه الحرب من اقحمه بده يكون ايران اصدق طبعا ما بعرف اذا فعلا متل ما قال الوزير عبدالله ابو حبيب قبل وفاته امين عام حزب الله كان مع وقف اطلاق نار والنعم حسين الحش حسن عن حزب الله قال هذا الكلام تمام يعني وبالتالي هذا كله يؤكد على انه الاجندة الايرانية في لبنان التي تقرر عنوة عن اللبنانيين حتى مش اخدي بعين الاعتبار حزب الله يعني حتى الحليف اللاسيق ما اخدي بعين الاعتبار مصالحه او على الاقل يعني هو بيقدره صالح لأله او صالح للبلد وبتالي نحن نمع تحت الاحتلال ايراني بس هون بهذا الكلام يعني نحن بمعركة طويلة لانه اذا كان فعلا متل ما بتقول حتى ايران لم تأخذ بعين الاعتبار اليوم ما يجري مع حزب الله من ضعاف يعني عسكريا وحتى بالبيئة الحاضنة اليوم البيئة الحاضنة بيوضع كتير صعب اذا بدنا نقول تعتبر انه هل هي اللحظة ما زالت لنحكي انه نفوذ ايران بعده موجود ولا نفوذ ايران لا تقلصه الى مستوى كتير كبير لا شك بانه يتراجع ولكن بالسياسة مفيش بنتهي كله بيتحول يعني من مكان الى مكان اخر ومن وظيفة الى وظيفة اخرى الاكيد بانه حزب الله ضعف وضعف مش لانه ما با عنده قدرات عسكرية ضعف لانه القرار الامرى على سلاحه امرى فوق لبنانيه وهذه الامرى اللي هي امرى ايرانيه تمنع على هذا الحزب ان يتصرف بهذا السلاح وفقا لما يعني ينظر اليه مفيدا له وللبنان وبالتالي اجا وزير خارجية ايران على لبنان وعلى سوريا من بعد ما كان عم بيحاول الرئيس بري ينتزع مبادرة لبنانية يوضع مسافة بين الموقف يلي عبر عنه شيخ نعيم قاسم يلي اكد على اكمال حرب المساندة وربط لبنان بغزة جرب بتمايز محسوب ومدروس يقول انا ورئيس الحكومي ومدعومين من وليد جملات مع مبادرة دولية اللي بتقول وقف اطلاق نار 21 يوم والالتزام بالـ 17-01 اجد عصى غليظة ايرانية دخلت على البلد وقالت يا شباب مش انتوا اللي بتقرروا كيفية وقف اطلاق النار اذا الامريكان بدوا اطلاق نار بيحكوا معنا بيحكوا معكم انتوا انتوا بتكون تكملوا بهذه الحرب وانتوا بتكون تكملوا بالاستضام القائم بلبنان نحن المنقرر امتين منفاوض واي ساعة منفاوض وكيف منفاوض وشو شكل المفاوضة اذا هذا منه احتلال للقرار الوطني شو بيكون الاحتلال بس بها المرحلة شو بيصير يعني اليوم هل هنالك من قدرة ببلد منهك تحت الحرب وتحت العدوان مثل ما ذكرتوا انتوا اليوم بيبيان سيدة الجبل لمواجهة احتلال ايراني يعني غير انه في عدوان اسرائيلي في قدرة لمواجهة احتلال اول اذا بدنا نقول سطوة على القرار السياسي فيها القدرة خلينا نقول انه اولا الاحتلال الايراني على لبنان استدعى بشكل اساسي الوحشية الاسرائيلية ايضا على لبنان يعني هذا الاحتلال او هذا القرار الايراني الذي امر حزب الله بالدخول بحرب منى محسوبة نتائجها واكبر دليل على ذلك وصلت هذه الحرب حتى ان تقتل الامين العام اللي هو شخصية تاريخية رمزية بتاريخ حزب الله هذا القرار استدعى ايضا وحشية اسرائيلية غير مسبوقة يعني ما شفناها بولا حرب من الحروب وبالتالي يعني هذا الاحتلال الايراني لم يكن مفيدا للبنان وعلى لبنان اللي بدوا يلعب ادوار كبرى نانسي قد يكون مفيد ما بيدوا يلعب ادوار كبرى على حساب الدمار وقت اجر انتداب الفرنسي والبريطاني على المنطقة من بعض الحرب العالمية الاولى عمر مدارس وعمل مستشفيات وعلم انجليزي وفرنسيوي وفتح مرافق وفتح موانئ وفتح افق على الخارج وعلى الحديث وعلى المعاصرة ورغم كل اللي عملوا طلعوا ناس بليبيا وبالجزائر وبمصر وبلبنان وبسوريا قالوا لا لهذا الانتداب نحن عنا هوية وطنية بدنا نحافظ عليها وبدنا استداب كيف اللي جاي مش بس ينتد بك يحط ايدو عليك ومنو حامل بايدو ولا مستشفى شفنا موجود ولا شيء مفيد شفنا موجود شفنا موجود فتنة شفنا موجود طبائية بالحكي السياسي شفنا موجود دمار شفنا موجود حرب وبالتالي هذا الاحتلال ايضا استدعى هذه الوحشية الاسرائيلية ولم يكن مفيدا قيد انملي على لبنان وللبنان ظنت جماعة بانه العلاقة بينها وبين قوة اقليمية اسمها ايران بالمنطقة تسمح لالا انها تكون اقوى من ما كانت عليه باللعبة الدخلية لعبة الاحجام الطائفية والحزبية والسياسية باللبنان النتيجة ايضا كانت كارثية في مليون بني ادم بالشارع الناس ما عارفة لوان بدي تروح ما في افق بس نحن حصلنا بين احتلالين يعني اليوم الاسرائيلي ينوي الاحتلال فعليا احتلال الارض نحنا ببيان سيت جبل اليوم حكينا بوحشية اسرائيلية عدوان ووحشية اسرائيلية غير مسبوقة بس انه مصمار ما بيشير مصمار نحنا وقت كنا نحاور حزب الله على ايام قرنة شهوان كنا نقل له اللي حطى ضحيات هالقد كبيرة مشان يحرر الارض من احتلال اسرائيل ما بيقدر يسلم هذا الانجاز يلي هو انجاز الاستقلال لا نظام اسمه نظام حافظ الاسد تيخلي جيشه بلبنان اذا انت اليوم عم بتحارب من اجل استقلال لبنان ورفع الاحتلال الاسرائيلي عن لبنان او ما تبقى من القرى المحتلة او النزاعات القائمة حول الحدود ما بتقدر تقدم كل هذه التضحيات تتقدم على طبق منفضة استقلال البلد لبلد اخر اسمه ايران وبالتالي ايضا الحزب اخطأ مثل ما اخطأت قوة قبله بعلاقاتها مع قوة اقليمية اخطأ وقت اللي ظن بانه اذا بيعطي جزء من السيادي والاستقلال الى قوة اقليمية هذه القوة الاقليمية بتعطيه فائد من القوة حتى يوظف هذه الفائد من القوة باللعبة الداخلية اللبنانية ادت الى نتائج كاريسية يعني واكبر دليل على ذلك اللي عم نشهده بعملية النزوح بعملية الدمار بعملية الخراب اللي عم تحصل طيب بس سيدة نهيته شو سينتهي بتثبيت مجددا احتلال الاراضي اللبنانية من قبل العدول اسرائيلي ولا بده ينتهي مثل ما عمين قال 1701 وقوات فصل عند صلاحيات استثنائية ممكن تكون لليونفل حتى لدرجة قتالية يعني ما لم يقبل به قبل عدوان ايلول رح ينقبل فيه اليوم لبنانيا من شروط مفهوم شو عم بعمل بنيامين نتانيا هو من المعركة البيجرز لليوم عارف انه كان في مبادرة دولية عارف انه في انتخابات بامريكا بخمسة شرين عم بحاول يخرق امر واقع عسكري على الارض تقدر يفاوض منه وطلع تقدر يقول انا حققت هذه الانجازات العسكرية وبالتالي حسنت اوراق التفاوض مع ايران مع امريكا مع العالم العربي مع الاتحاد الاوروبي مع كل الناس معروف وانا برأي ما رح توقف الاحداث الا ما بعد الانتخابات الامريكية ستستمر وطيرة العنف وهذا لسوء الحظ ستستمر وطيرة العنف وطيرة القتل من قبل اسرائيل وطيرة محاولة تفكيك ما تبقى من حزب الله على المستوى العسكري وعلى المستوى الامني الى حين ان تنضج فكرة التسوية في المنطقة وفي العالم وان يدخل على هذه التسوية الجانب الاسرائيلي حاملا بيده اكبر عدد ممكن من الاوراق التفاوضية تقدر يفاوض من خلالها هذا معروف معروف شو عم تعمل ايران ايضا ايران رغم كل التحديات لألا قتل هنية بتحران قتل حسن نصر الله بلبنان استدعاء الدائم من قبل اسرائيل لاستدعاء ايران على الحرب عم تحاول ايران ان تعمل حربة مع اسرائيل عبر الاذرعة وهذا منه عاش بتولى اسرائيل اسرائيل بده يستدعيها على حرب مواجهة وعلى اشتباك مباشرة وحصل الاشتباك مرتين مرة بنسان بعتوا صوريخ ومرة مبارح بعتوا صوريخ وبالتالي لأول مرة منذ العام 78 يعني من حواله 40 سنة 45 سنة اضطرت ايران ان تحارب عن الاذرعة تبعها انه هي تدخل بهذه المعركة ولكن كله محسوب الى حين الانتخابات الامريكية لانه بده تفاوض ادارة امريكية قادمة وبالتالي اللي متكل على انه ايران بده تستبسل كرميلو او تاخد بطار هذا السيد او ذاك القائد كمان عادي لازم يعني تستبعد اي احتمال انه ايران فعلا تذهب الى حرب مع اسرائيل ابدا ولا يمكن خاصة قبل الانتخابات الامريكية سينتظر الجانب الايراني نتائج الانتخابات من بعد 25 حتى يتكيف مع هذه الانتخابات ما اعتبر نفسه انه بعد معه اوراق تفاوض انا برأيي شلحوا كتير من الاوراق التفاوضية الحقيقية اللي كانت بان اذا حماس لا تزال موجودة ولا تزال تمتلك 10 تلاف مقاتل رغم سنة من الاتال ولكن الفعالية السياسية تبع حماس تراجعت الفعالية السياسية السبب الوجودة تبع حزب الله بضمير بيئته وبضمير اللبنانيين تراجع وهذه اوراق فقدتها ايران يعني ما بقى ادرا انت اليوم حاول الجانب الايراني بحجة او بسبب فلسطين انه يستدعي انتباه العرب وبالتحديد المسلمين السنة حول هذا الموضوع كان يعني التجاوب محدود محدود الى بيئات اسلامية معينة ولكن السواد الاعظم للعرب والسنة ما كانوا بهذا الاتجاه وبلبنان ايضا حاول حزب الله ان يستدعي انتباه بعض المجموعات السنية للقتال الى جانبه حتى يقال بانه هذا القتال يتجاوز حزب الله ويتجاوز خلانقول البيئة الشعية ايضا كانت كتير محدودة وشفناها مع عمالية النزوح يعني اذا بتفوت اليوم سيارة عليها سورة حسن نصر الله على سوق جونه يمكن تقطع محدا يقلنا ولا كلمة بس اذا فات على سوق طرابلوس ما بتقطع وهذا اللي صار باول وهذا اللي صار وبالتالي ما قدروا يستقطبوا الرأي العام السني الى جانبهم وبالتالي هذي اوراق خسروها هذي اوراق ما نقليلي لانه شو قوة حماس وشو قوة حزب الله كانت مش فقط بالترسانة العسكرية او بالارادة للقتال هو بالبيئة الحاضنة لهذه الافكار واللي كانت بلحظة من اللحظات عم تاخد يعني عم تاخد كما يجب على مستويات عديدة وكان فيه ناس طبعا فاتي عليها ضمن نظام مصلحة ايه دا بتجعمل رئيس جمهورية بلبنان بتقرب من حزب الله ايه دا بتجعمل رئيس حكومي النهايات هي في الميدان نهايات هي كيف سيتكون فعلا هذه الورقة هل ورقة حزب الله هي فقط انه اذا اغتيل امينه العام بيسقط هيدا الحزب ولا لا هي ضربة ونكسة لقلو بس لا تستطيع لدرجة انه يخسر لا لا هيدا حرب طويلة كتير واظهار خسارة حزب الله بدأ تيجي تدريجيا مع الوقت وما رح تبين اليوم طويلة كتير ادياني بيمكن سنة سنتين هايك بهاي الوتيرة بهاي الوتيرة وانا بلاقي ممكن نوصل لاحتلال اجزاء من جنوب فعليا يعني يقدر الاسرائيلي ان يدخل بتقول انا بتصور كمان ما في دور للبنان قلنا شو بده بين يمين نتنياه من هذه الحرب وقلنا شو بده ايران هذه الحرب الغير واضح شو بده اللبنانيين كيف يعني اللبنانيين الاخرين شو بده من هذه الاحداث هل في فريق فعلا بيعتبر بانه بناء الدولة لازم نعلق اليوم الى حين تتقشع موازين القوة في المنطقة ومن ثم نعود الى عملية بناء الدولة هل يجب ان ننقذ الجمهورية اللبنانية بما يتاح لنا من وسائل لانقاذها اليوم وعدم انتظار النتائج والنهائيات بالمنطقة لانه هذه نهائيات قد تطول هل لا يزال يصلح اتفاق الطائف لتنظيم العلاقات اللبنانية اللبنانية هل يكتفي بن يامين نتنياهو بنهاية هذه المعركة بتنفيذ السبعة عشر ستر واحد وحتى الخمسة ستر واحد او يريد معاهدة سلام واضحة بين لبنان وبين اسرائيل هادي كلها اسئلة مطروحة وهذه الاسئلة ما حدا عم بيترحق على نفسه من القوى السياسية وما حدا عم بيحاول انه يلي الى حالة حل انا شخصيا حسمت يعني انه انا من الناس اللي بيعتبروا انه ما في فريق بيخسر وفريق بيربح بلبنان لا غالب ولا مغلوب لا انه في حاجة لبنانية ومصلحة لبنانية ان يعود الجميع الى فكرة لبنان وان يعود الجميع الى لبنان بشروط لبنان اثنين في مصلحة ان لا نعتبر بانه هناك بيئة هزمت في لبنان وهناك بيئة ستربح في لبنان هذا كلام ابدا مش صحيح ما في حدا بينهزم وحدا بينهزم في الكل تتلقى هون مع رئيس بري اللي عم بيقول كان اليوم انه نروقه ما تبلشو كل واحد يرسم احلام انه وقعوا فبدنا نبلش نحن نحط شروطنا واملاءاتنا هذا كلام انا هذا كلام بشوفه عاقل من قبل رئيس بري والعقل ايضا والمصلحة خاصة اللبنانية بتتطلب انه كلنا لبنانيين نشوف بلعبة الامم الكبرى بين ايران واسرائيل والولايات المتحدة شو مصلحة لبنان هل مصلحة لبنان الاستمرار بحرب المساندة وربط لبنان بغزة او مصلحة لبنان هو التوصل الى وقف اطلاق نار والى الالتزام بالدستور اللبناني بوسيقة الفاق الوطني والى اعتماد كل قرارات الشرعية الدولية لحفاظ على لبنان انا من هذه المدرسة يعني من هذا التوجه بس مين بياخذ هذا الموقف مين بيعلن طيب مين بيعلن شو موقف لبنان متل ما عم تقول مين اليوم يمثل اللبنانيين انا برأيه اول خطوة انقاضية حقيقية للبنان ولقلنا جميعا كاللبنانيين هو انتخاب رئيس من هو هذا الرئيس ارجعنا لزاية الانئسام اللي كنا فيه لا لا من هو هذا الرئيس بتفوتي على المنافسة بين المرشحين ما هي بطاقة تعريف هذا الرئيس بطاقة تعريف هذا الرئيس هو رئيس قادر مقتنع اولا باعتبار الدستور اللبناني هو الفيصل بين اللبنانيين هو الرئيس الذي قادر على الاتصال والتواصل مع دواء القرار العربية والدولية هو الرئيس الذي سيعلن التزام لبنان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بس فيه كمان بطاقة التعريف شيء اضافي هلا بطاقة يطمن جميع اللبنانيين من خلال شخصيته وخاصة الطائفة الشيعية اللي هي اليوم الطائفة برأيي انا الاكثر مأزومي عن الاخرين الازمة موجودة عند الجميع بتغلط الناس اذا بفكروا انه ما فيه ازمة مسيحية او ما فيه ازمة سنية او ما فيه حتى ازمة درزية وبانه الازمة موجودة فقط بالطائف الشيعية بسبب النزوح والدمار هذا شكل الامور انما الحقيقة انه الازمة الوطنية بامتياز انما اليوم اضافة الى هذه الازمة الوطنية فيه ايضا استهداف او تمن دفعته الطائفة الشيعية اكتر من غيرها بدنا رئيس ايضا يعرف كيف يرجعه على لبنان بشروط لبنان وليس بشروط موازين القوى السياسية مينو هيدا الرئيس اللي بده يكون عنده هاي الطاقات الخارقة اذا مثل ما بلشت حضرتك حديثك انه حتى على هذه الدولة ككل الموجودة اليوم هيكل الدولة اذا بنا نسميه فيه الايراني يجي اليوم ويقول على رغم الدمار وغيره وغيره ما بتوقف الحرب هيك بلشت عم تقول انه بعده عم بيتصرف بانه هو اللي قادر يتحكم بقرار هذه الدولة وانا برأيي اذا كان فيه اندفاعة اسبوع الماضي للتسريع بانتخاب رئيس اجا الجانب الايراني عرقل هذه الاندفاعة مين فازم بس انه ما رح تكمل هاك انه بعد خمسة تشرين التاني وربما قبل الخمسة تشرين التاني تنضش ظروف انك تنتخب رئيس واذا الرئيس بدو يجيب معه ايضا رفيق زروف مثل شو تضعف ايران اصداد زروف اقليمية ودولية بتجبر كل الاطراف انها تحط ماء بنبيدة وتجي على طاولة تسويات بالمنطقة وانتخاب رئيس بلبنان ورقة من الاوراق يلي بتمسكها ايران ويلي عم بتحاول انها تبيع وتشتري فيها والرئيس في حال انتخب بدو يجيب ايضا رفيق رئيس حكومي بدو يتشكل حكومي وبهذه الحكومة بدو يتمثل القوى السياسية وبالتالي اهمية انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة بالغة الاهمية كخطوة اولى لانقاذ لبنان ما بقول انه فورما انتخاب رئيس او تشكيل حكومة انقاذ لبنان هذا بداية الطريق هذه هي خارطة الطريق وطبعا بدو يكون هذا الرئيس منتخب وفقا للدستور اللبناني بدون شروط مسبقة حوار وغير حوار وطبعا بدى تكون سندق الاقتراع مفتوحة لكل المرشحين بدون استثناء وبالتالي اذا بيحب يترشح دكتور سامير جعجع على رئاسة الجمهورية وحده الوزير اسلامين فرنجية او ايا وما بينهما ايا طرف اخر لازم تكون مفتوحة سندق الاقتراع للجميع ويالي بيفوز كلنا منزقف له في هدا المسار عم تقول حضرتك خمسة تشرين تاني ممكن قبل اذا قبل خمسة تشرين تاني بدو يصير فيه متغير كتير كبير لكي ايران يصعب تمانيك شاعرة نانسي انو من نام على شي ومن فيق على شي هل حدا مننا من شهر كان ممكن يفكر انو يحصل يلي حصل من ثلاثة البيجرز لانبارح اللي صار بالبلد هائل يعني انا من منطقة بتابع يعني في حوالى ثلاثين الف نازح بقضاء شبال ولاء لانو في قرى شعية بقضاء شبال وفي عائلات عايشة بالضحية الجنوبية بتجيب افرادها وبتجيب اشيرانا وبتجيب وبتالي تبدلت الاوضاع اللي عم بيحصل بلبنان انو نحنا بمرحلة انتقالية بين قديم انتهى وما بقى يرجع ليه هو كل القديم انا برأيي انتهى شو يعني قديم القديم السياسي القديم الاجتماعي طاقم السياسي كله كله لا الطاقف مش الطاقف هو دستور لبنان لا الطاقم السياسي تبع تبرو صار قديم كله كل الأحزاب يعني مسيحية عم نحكي مسيحية واسلامية بكل يعني السبب الوجودي السبب الوجودي طبع حزب الله انتهى انو شو بدي اذا بيبقى حزب الله من هلأ لمية سنة طلع نواب عم بيحكي بالسبب الوجودي يعني خلق وجد حزب الله كقوة قتالية بوجه اسرائيل انا برأيي هذا السبب على طريق الانتهاء ما هلأ بعده الاسرائيل يرجع عارضنا يعني بالعكس بحيرجع يتجدد هذا الدول خلينا انا عادة رأيي طبعا يعني حدثت مستبعد انه الاسرائيلي يرجع يحتل لبنان كأنه مش مستبعد هو عنده اذا قادر ياخد كل لبنان ويفاوض بورقة اسمه كل لبنان ما رح يقصر بس مش هون الموضوع الموضوع انه لعبة الامم او الترتيب على الاقل يعني عم بيحصل بالمنطقة ما بيلحظ تبدل بالحدود ولا بيلحظ احتلال بلدان بيلحظ اعادة رسم حدود النفوذ السياسي حدود النفوذ الاقتصادي حدود النفوذ 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 حدود النفوذ الغازي حدود النفوذ الثقافي بين الدول وبين المجموعات ما بيلحظ احتلال لبنان او احتلال للجولان او احتلال يعني هذا كله بドン يروح باتجاه الترتيب بس وعمقول bins السبب الوجودي تبع الحزب يعني الحزب في تصريح للشيخ ناعم آسم من بعد انتخابات البلديات لألفان واربعة يعني كانت انتخابات تواجه فيها حركة أمل مع حزب الله كانوا السوريين في لبنان وكانوا سامحين السوريين لهذه المواجهة وتواجه بشكل واضح وكانت معركة بعلبك مدينة بعلبك أكتر معركة بالبلديات الشيعية أخذت وقتها طابع وطن ورن فهي كتير منيح وبجريدة المستقبل الله يرحمها في عنوان كان نصير الأسعد كمان الله يرحمه أخذ منه وقت حديث بيقول حزب الله يعمل في السياسة بالبدلة المرقطة هلأ بدو يعمل بالبدلة الرابعة بدو يعمل بالسياسة بشكل مختلف بدو يتحول بتشوفه بدو يكمل بالسياسة لشأنه كأنه رح ينكفئ لا لا أبدا ورح يضال في ناس بتنتخبه أكيد بالمقابل الأحزاب اللي بنية سردية السياسية على مواجهة حزب الله أنه إذا هيدا حزب حديدي وحاطت إيده على الطايفة وعامل سنائة بركن إحنا منعمل سنائة إحنا ومش نعون ومنعمل حزب أيضا بيوحي بأنه هذا الحزب تنظيميا قادر وأنا برأي أيضا هكذا تجارب بدو تحاول أن تبدل الخطاب السياسي وتروح باتجاه أكثر مروني وأكثر معاصرة وويت وكتائب طبعا لأ أكثر يعني أنه بعدين في زعامات كبرى يعني بالبلد بدأ تغير بخطاب السياسي نتيجة انهيار حزب الله كتار 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 يعني حضرتك كأنك عم بتقول المرحلة المقبلة رح ترسم مش بس نفوذ أو شكل حزب الله الجديد بالنظام اللبناني رح ترسم شكل نظام لبناني جديد من دوني ممكن حتى كل الأحزاب التقليدية أو الزعامات التقليدية اللي تعرفوا علي اللبنانية إيه يعني أنا أنا بقول أنه السياسي بتتبع دائما الموازين القوى والظروف يعني عاطمتا بالستة وخمسين نائب ماروني اسمه ريمو أدي بعهد ماروني اسمه كامي شمعون وبعهد وزير مال ماروني اسمه جورج كرام عملوا أنشأوا قانون سرية المصارف أمتين عمل قانون سرية المصارف بخضم الحرب الباردي وقت اللي كان فيه بلدان عربي عم تعتمد النموذج الاشتراكي لبناء أنظمته وبالتالي راحت باتجاه التأميم تأميم السروات وتأميم الأراضي والملكيات الخاصة بمجرد من عمل قانون سرية المصارف بالستة وخمسين إجت أموال هرباني من مصر ومن عراق ومن سوريا بدل ما تروح على أوروبا فاتت على المصارف اللبنانية مثل تاني بالسبعة وستين عندما صار اشتياح لقناة السويس وبطل قناة السويس قناة التجارة العالمية صار بور بيروت هو قناة التجارة العالمية واحتل مكان قناة السويس مين ما أجا من الشركات العراقية أو السورية أو المصرية فتح بلبنان وعمل أموال وأدخل على القطاع المصرفي بعد سبعة وستين عبد الناصر منع الفنانين المصريين أنهم يعملوا حفلات إلا إذا بدون يدفعوا مجهود حربي فتح هذا المجال أنه عبد الحليم حافظ سجل حاله كفنان ببيروت تما يدفع رسوم بمصر وبطالي الظروف بتتبدل ومع تبدل الظروف اليوم شو بيكون المشهر اليوم في منطقة يعني لا بور بيروت هو بور بيروت بقى في منطقة ولا المصاري في المصاري في منطقة عم ترتسم من جديد مش عيكون دورنا فيها خمانئي قال بالعربي وقت اللي حكي بصلاة الغائب عن السيد حسن نصر الله بيقول بجملة بفكرة من الأفكار أنه نحنا ما رح نسمح لإسرائيل أن تكون هي رأس القناة يلي بيصير فيها تبادل تجاري بين المنطقة وبين أوروبا كان عم بيحكي عن الخط طبعا يلي بيبقى دق بنيو ديل هي وبيمر بالخليج العربي طريق الهند وبيمرق بالأردن وبيمرق بفلسطين وبإسرائيل وبيروح على أبرس وعلى أوروبا وبالتالي عم ترتسم معالم منطقة جديدة نحنا لأنه عايشين بالدمار وكل النهار بنفتح الواتس أب ونشوف شو صار بالضحي وبعلبك وبالهرمل وبالمعيسرة وبجرد أرطبة وما بعرف وين ولأنه عم نعيش لحظات تاريخية مأساوية علينا كلبنانيين مش من تبهين أنه هايدي المعركة اللي عم تنخاط بالداخل ما أنا معركة فقط حزب الله ولا معركة فقط بن يمين نتنياهو هايدي معركة دولية لإعادة رسم خارطة المنطقة ونفوزها مش الخارطة الجغرافية اللبنانيين إذا ما انتخبوا رئيس وإذا ما أجد حكومة فيها عقل كافي بيصيروا ضاحية سياسية لمنطقة عم ترتسم من جديد يعني منصير نحن من ضواحي مدن ربما غير عربية عم تتحكم بالمنطقة إسرائيل عم بتقول أنا ملكة الزكاء الاصطناعي وشوفوا إنجازاتي بالزكاء الاصطناعي بالحرب وراح تشوفوا إنجازاتي بالسلم وأنا صاحبة دور بالسياحة الدينية وأنا صاحبة دور بالقطاع المصرفي وأنا عندي مرفق بحيفا مربوط بنيو ديلهي وأنا صرت عاملة سلام مع ثلاث ترباع العرب بتاعه نشوف تركيا عم بتقول أنا قوة إسلامية غير عربية موجودة على أبواب أوروبا وعندي علاقات بالعالم العربي بتاعه نشوف إيران بدأت حاول من بعد التسويق مع وليلات المتحدة تكون موجودة وتحدد نفوذها هذا العالم العربي اللي نحنا موجودين فيه بعد ما حدد معالمه بعد ما حدد بطاقة تعريفه الجديدة والدعوة إلى اللبنانيين أنهم ما يفوتوا هذه الفرصة ما ندخل على هذا المجهول حتى ما ندخل على هذا المجهول بدون دولة أنا عم بدعي لانتخاب رئيس ولتشكيل حكومي حتى يساهموا لبنان الرسمي مع كل العواصم العربية لتحديد بطاقة تعريف جديدة جديدة باحترام مصالحنا بالمنطقة ما بدي أقول أكثر من هيك لا كرامتنا مصالحنا بالمنطقة مصالح العالم العربي اليوم بتشبه مصالح لبنان في طبعا دول متقدمة على دول أخرى عم بتحاول أن نتقدم نفسها شريكة المعاصرة في دول منكوبي نحن وسوريا والعراق واليمن وفلسطين مطرح ما كان النفوذ الإيراني واصل إلى ذروته نحن نتقاصم نحن وكل هذه البلدان نفس المصائب كهرباء ما فيه شباب ما فيه قطاع مصرفي ما فيه مدرسي ما فيه استقرار ما فيه بها الأربع بلدان كمان هذه ما بيسوأ نعم تدعي لهو الأربع بلدان أن يعودوا إلى الحضن العربي يعودوا إلى صياغة بطاقة تعريف جديدة تتناسب مع العصر ومع المرحلة السياسية بس شباب تكون بطاقة تعريف أنه هن بدون السلام مع إسرائيل مثلا؟ تطبيع عنوانا؟ لا أوشي مصالحة العالم العربي مع الخارج يعني هذه الصورة العالم بجنحيه المسلم يعني طبعا هذه الصورة النمطية عن العالم العربي لأنه إذا بتجي على على فلومة فرنسية من أربعين خمسين سنة وفيها دور لشخصية عربية بتصوري ناصح وحاطي تعوينات سود مش حلوين وبتفرج على الستات إذا فيتين على القطار بتكترشع تخلقي شخصية عربية متصالحة بالنظر بالفكرة بالعقل مع المعاصرة واللبنانيين حقيقة قادرين يساهموا بهذا الموضوع لأنه حقيقة هذا التنوع الطائفي بلبنان وهذه التجربة الغنية استضمنا مع بعضنا كمسيحيين ومسلمين إنما أيضا بنينا مصالح مشتركة مع بعضنا هائلة هائلة وجميلة حتى اليوم صورة الاحتضان إذا بدنا نفكر فيها طبعا أنه هي لبنان فعلا يعني اليوم ما بتعود تعرف وين المنطق المسيحي من المسلمين وننسي بذلك شغلي أنه إنقاذ لبنان يعني إنقاذ سوريا كانوا يقولوا إنقاذ سوريا إنقاذ لبنان لا إنقاذ النموذج اللبناني هو أيضا إنقاذ النموذج السوري اللي فيه استضام علوي سني هجرة مسيحية دروز بجنوب أكراد بسورية مع تغيير بالنظام بسوريا كمان بدو يترافع طبعا إنه في سوريا ما في نظام أساسا يعني شو الدستور السوري معلع بس مين اليوم قادر فعلا أن يستوعب يعني مثلا إذا بنا نحكي بمرحل راحل الأحباط اللي مرأت فيها المكونات إنه المسيحي مرأ بمرحلة أحباط لم يكن له من زعام ما كلنا من نتذكر من تسعينات لألفين وخمسة بقى المسيحي يعتبر حاله زعمائه برا وهو بمرحلة أحباط في مين عم يملي عليه زعمائه من بعد هذه المرحلة السنة دخل من مرحلة أحباط إلى أنه سطنهد سعد الحريري وكان نائب وليد جمهات حوال يلم الشارع معكم بقرنشهوان وبتحديدا 14 أزار كيف حوالته تحطدنه سعد الحريري ليقوى لحتى ما تنهار هذا المكون اللي هلأ رجع فات بأحباط بعد مغادرة سعد الحريري اليوم شعيا في مرحلة ايه في مكون اللي هم عم بحس حاله مستهدف عم بحس حاله أنه رح يستعبوا عليه كلهم مجروح وهو منكوب فعليا منكوب منكوب بأرزاقه بحياته وأيضا بالمعنويات أنه كان معول على طرف وفريق هالأدوية مين بده يقدر يلموا لهذا الفريق الدولة مين يعني الدولة خاني أفسرك شون نقطة المسيحيين كان عندهم نظام قبل قيام الجمهورية بالعشرين عملته الكنيسة يعني بالألف وسبعمية وستة وثلاثين الكنيسة المارونية عملت المجمع الباترياركي الماروني الأول يلي أقر التعليم الإلزامي للبنات والبنين تحولت كل سندياني بكل ضيعة تحت أخوري إلى مدرسة هذا العلم حررهم من الإقطاع وحررهم من الجهل وحررهم من الفقر وفتحهم أفاق إلى الخارج قبل الجمهورية اللبنانية كان عندهم حدا يتكلوا عليه ووقت اللي عم تذكري أنت من بعد التسعين الكنيسة شكلت عندهم مع الباتركس فاير أنزاك مرجعية ورحوا على قرنة شهوان وغيرها عند السنة السنة مش طايفة مثل المسيحيين والشيعة بلبنان والدروس السنة بيعتبروا حالهم عدد ومدد وأمة وبالتالي استنهادهم بلبنان مش منفصل عن استنهادهم بسوريا وبالعراق وباليمن وبالخليج وبمصر إذا صار في استنهاد عربي هن بيقوا وبالتالي حركتهم الداخلية ما بتشبه حركة الطواقف بلبنان عند الشيعة الوضع أصعب أصعب لأنه ما في إكليروس أولا مثل ما في إكليروس عند المسيحيين واثنين هنا أقلية إسليمية موجودة ببحر أكبر منهم والجرح للإنصاب طبعا بعد ما بين هلا لأنه الناس بعدها شي بيقلك ما بين بس أنه مثل ما عم تقول واحد ملهي بهمه يعني كل واحد همه أكبر يوم همه مش هم يعني ولكن هذه الطائفة غنية جدا بالفكر يعني أنا ذاكر يعني أنا من عمر ومن جيل بتابع من زمان أنه كل الأقلام على أيام اليسار كانت أقلام شيعية وكل الوثائق اللي تصوري أنت أنه فيه وثائق أساسية بقرنت شهوان ووثائق أساسية بـ 14 أذار اللي كتب عقل شيعي مين بارك؟ ما شو بدنا فيه ما بدنا نعرض حدا يعني اللي وبتالي بس في منهم آآ هني بعضهم كلمة لقيد الحياة طبعا وعقل شيعي لبناني أنا ما لا يشايف بصفاءه لا عند الموارنة ولا عند السنة ولا عند الدروس عرفت لا ما بديك يعني تقولي لا عرفت بس راح أقولي بصفاء لبناني كامل يعني وبمصلحة لبنانية كاملة ولكن النكب كبيري بس هؤلاء صامتين ما حدا قادر يلم الوضع إلا الدولة هولي إذا بكرة يعني عند مين بديك يوني روم جروع عند القوات اللبنانية أو عن طيار المستقبل أو عن طيار أو عند الحزب التقدم الاشتراكي أو عند الكثائب أو عندك أو عندي ما بيروحوا إلا عند الدولة ما بيروحوا إلا على الأنون ما بيروحوا إلا على دولة قادرة على أن تستقطب وأن تكون ضماني لإلن وضماني لكرامتن وضماني لعائلاتن وضماني لمصالحن من هون انتخاب رئيسي اليوم هي مصلحة وطنية قبل ما تكون مصلحة مسيحية مصلحة وطنية يتمسك بها جميع اللبنانيين والمصلحة شيعية بامتياز في هذه اللحظة لأنه اليوم أكتر جماعة بحاجة إلى حضن يكون حضن دافئ وحضن معقول مش حضن والله رحنا عملنا لجوء سياسي عند فلان ما حدا بيقبل يعمل لجوء سياسي عند فلان تيسلم لا أنا ولا أنت ولا حدا هذا المكون دافع دم يعني بعد أصعب من كل شيء أنه هو وين بده يروح يعني البعض يقول أنه بيروح عند الرئيس بري طب ما هو من ضلع الرئيس بري ما زيت النكبة نكبة لتناني عليه والله وعمر اليوم بشكل الرئيس بري ويمكن تنحميه ما لازم نكبر له دوره أكتر من زوم أنا من الناس اللي أول وأنا ما بشوف الرئيس بري سنة 2005 وما في علاقة أنا والرئيس بري ولكن من أول الناس اللي قالوا خشبة خلاص الطايفي الشيعي اليوم هو الحفاظ على الرئيس بري ما بدنا نكبر هذا الكلام حتى ما نعرض الرئيس بري لأنه في ناس ما بده أنه حدا يكون عنده خشبة خلاص بالبلد ولكن للحقيقة الرئيس بري اليوم أمام مسؤولية وطنية وأمام مسؤولية أخلاقية وأمام مسؤولية شيعية وأمام مسؤولية إسلمية أنه هو يسرع بعملية الإفراج عن بناء الدولة وانتخاب رئيس لأنه فقط انتخاب رئيس وتشكيل حكومي يشكلان الخطوة الأولى لأنقاذ هذا البلد ومن ضمن إنقاذ جميع الجماعات لأنه ما في حل بلبنان على حساب جماعة أو في حل للجميع أو ما في حل أو في حل بالجميع ما بدو يعمل بدو يدعي بس لجلسة انتخاب فيه توافق معين بدو يسير ولا يبدو في حد عم يشتغل أيضا الفاتيكان من الدول الحريصة على التجربة اللبنانية لأنه بتعتبر أنه هذا التنوع اللبناني قد يكون نموذج لبناء مجتمعات متنوعة على كل ألحاء العالم وبالتالي مش متركين نحن المملك العربية السعودية صديقة لبنان قادرة أن تساعد أيضا في إيجاد حل لهذا البلد القوى السياسية المحلية على أهميتها ومع احترام الكامل لأله أصبحت صغيرة أمام أحداث مش قادرة واحدة أن تلاقي حلول الحل بدو يجي من الخارج إلى الداخل وبدو يتكامل مع مبادرات داخلية يعني الرئيس الاسم بدو يجي من الخارج إلى الداخل أساسا جاية من الخارج جاية وفقا لبطاء التعريف يتناسب مع مستقبل المنطقة وترتيبها إذا المطلوب هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومطلوب أنك تسلم سلاح كل الميليشيات ومن ضمن حزب الله للدولة بدك تسلم سلاح لرئيس صديق لدولة صديقة على الأقل مرحلة من المراحل تتقدر تستوعب هذه المشاكل الكبرى اللي موجودة في لبنان وإذا كان يعني بتفضل بهالمرحلة يكون يمكن الرئيس أقرب لبروفايل طبعوله لسليمان فرانجية منه لجوزاف عون لأنه سليمان فرانجية بطم من أكثر الفريق أنا ما نشايف أنه في مرشح ماروني واحد ما أنه صديق حزب الله بس اليوم بيعطي من البعض من نعمة فرانجية لسليمان فرانجية لجوزاف عون للياس البيسري لكل الأسباق المطروحة ولا حدا منهم كان عضو بالمجلس الوطني يرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان زمطوا زمطوا ولا واحد منهم يعني اعتبر بأنه مشكلة البلد هي مشكلة سيادي أكثر قالوا لمشكلة البلد فساد وسوء إدارة وسوء تدبير وسخطينا الحرامية بالحبس بيمشي الحال أكثر اعتقدوا أنه السندق الاقتراع قادرة تعمل توازن مع سلاح حزب الله وأنه نحنا إذا عطيتونا أكثر نواب منصير أكثر فعالية بيّنت كل هذه القويل إنها منا صحيحة وبالتالي مش قصة سلامان فرنجية أو غير سلامان فرنجية أي رئيس بدو يجي اليوم ما بيقدر يجي على قاعدة العداء مع حزب الله ومع البيئة الشيعية في ناس عم بيحسوا أنه بدو يجي كأنه على الدباب الإسرائيلي يرجعوا يحكوا بهاللغة لكن إنه ما تستقوى علينا هيدا رئيسة هيدا تهمة موجهة لسامير جعجع وأنا أنت بتعرفي أنه أنا ما في حيط عامر بالسياسي أنا وسامير جعجع ومن سنة 2016 أنا يعني انفصلت عن العلاقة أنا وياه بس ما بيتصور أنه القوات اللبنانية وبالتحديد سامير جعجع مفكر أنه فيه إمكانية لعودة ظروف 82 أساسا ما حدا بشير يجميل ولا حدا بيقدر يرجع ظروف 82 وهيدي الاتهام إنه سامير جعجع ناطر لحظة 82 برأيي أنا اتهام في مبالغة ممكن أن يكون سامير جعجع وغير سامير جعجع وأنا واحد منهم عم بيقول وأنا عم بقوله على العالي وعم بقوله معي كله الرئيس سيأتي وفقا لترتيب إقليمي ودولي لتنفيذ أجندة لبنانية تتناسب مع هذا الترتيب الدولي هيدا إيه راح تصير شو هو الترتيب الدولي؟ ترتيب المنطقة إيه سلام؟ سلام سلام تطبيع سلام حل الدولتين حل الدولتين صار فعلا بعيد يعني كمان حتى ما هو حدير سمبراسه مثل ما بنقول وهم وأحباط جديد خلينا نحكم عن ناس في حل الدولتين شو بعد فيه من الدولتين؟ لأ خلينا نتفهم على شغلي إنه كمان تجربة السنوار إذا أنا عم بنتقل تجربة حزب الله في لبنان اللي كانت كارثية على بيئته على لبنان تجربة السنوار إذا بدي أرنا مع تجربة أبو عمار وأسلو بضمير مرتاح بقول أبو عمار كان أزكى وأعطى نتائج لفلسطين أهم من النتائج لقدمها سنوار لفلسطين طبعا هون في تقدير لشجاعة القتال ولشجاعة الموقف الصلب ضد إسرائيل بس بالنتائج السياسية في كارثي غزة ما بقى موجودة نقلب الرأي العام الخارجي ضد فلسطين شي لبعض الجامعات والشباب في تعاطف مع الفلسطينيين بس في تعاطف بالصورة في تعاطف إنساني مش تعاطف سياسي اي مش مع حماس أصدقى حماس يعني قضية فلسطين فقدت عناصرها السياسية وقت اللي الإسلام السياسي أخذ علمها وقت اللي كان أخذ علمها أبو عمار عرف يدخلها على دوائر القرار الخارجي وانتزع لمصلحة فلسطين مكاسب طيرة يحيى السنوار اليوم ما بقى موجودة كما أنه نحن قدرنا نجيب مكاسب بالـ 17-01 بالـ 2006 وانا برأي يضلون يحركشوا وضلون وضلون إلى حين أقحموا أو دخلوا بكل ما لديهم من قدرة عقلية على حرب الإسناد بس بالنهاية النتيجة كانت نتيجة كارثية علينا كلبنانيين نحن في مليون بني آدم بالشارع في منطقة مدمرة في جماعة منصابة بكارثية كرامتها مش فهماني شو عم بصير بعد ما فهمت ما أدرت شو ما عم بصير حتى في طبقة سياسية عم تتعامل مع الواقع اللبناني بلبنان كأنه اغتيال شخصية بحجم الأمين العام طبعا حزب الله يعني أنه بسموه بفرنسيوي يعني كأنه شارلي لا هذا مفصل كبير بالحياة الوطنية اللبنانية كبير حتى بالحياة أكبر من زلزال اغتيال مع الوقت تعتبر اغتيال رئيس رفيق الحريري زلزال مثل ما عم تقول حضرتك في شيء لافت يمكن لأنه ما عم بصدقوا أنه اغتيال السيد نصر الله كمان لأنه في شكوك اليوم أنه هل فعلا نغتيال ولا هذا تكتيك هيدا يعني مش نهيك طلع محمود أماط بس إنه فعلا يعني طلع محمود أماط وخبر رواية خبر الرواية وأنه المسعف طبعا الفاعل مدني وشو عامل طلع مش لأنه بده طلعت يقول شباب في صفحة انطويت ونحنا بنا نكمل لأدام هذا بيخليك تعترفي بينك وبين نفسك أنه حجم الأزمة اللي بده يعيشها حزب الله من بعد اغتيال الأمين العام طبعه كبيري كبير كتير وبدأ تنعكس على البيئة أولا ما بتنعكس عليه بعدين على البيئة الشيعية بعدين على علاقاتهم مع حركة أمال بعدين على علاقاتهم مع جميع اللبنانيين وبعدين عكس على جميع اللبنانيين وبالتالي نحنا بمرحلة جديدة بمرحلة كتير جديدة علينا أنه من هو العاق يرائي أغبي حزب الله اليوم لإدارة هالمرحلة الآن كمان الحزب مثل ما عم تقول عنده مخاض اليوم. يعني متل عم يعمل اعادة هيكلة او اعادة تأسيس لنظام جديد. مين بيعرف هني كيف مركب يعني اه كيف مركب نظامه الداخلي يعني هاي دي هاي دي هاي دي حزب يعني نحنا بنعرف فيه. هو حزب عقائدة لانه كمان ما بننسا. نا بعد انا بنعرف منه اللي هني بيفرجونا اياه. بس فيه شغلات نحنا يعني انا مثلا يعني ابراهيم عقيل ما كنت سامع بوجوده. فؤاد شكر انا ما كنت سامع بوجوده. وبتالي نحنا بنعرف اللي بيفرجونا اياه. يعني فرجونا علي عمار بمجلس نواب. نحنا تعرفنا على نواف اه الموسوي. تعرفنا على غالب ابو زينب. تعرفنا على محمود اماطي. تعرفنا على محمد رعت. تعرفنا على سيد حسن مسر الله. اللي هني بيفرجونا اياه. منشوفه بس في في حزب تحت السجاد ان احنا ما بنعرفه. يعني وبتالي ما بنعرف شو عم بيعملوا هني بالداخل. تعينوا الامين عام الاخر. انا بعرف انه وقت اللي حاول وعن حسن نية. الرئيس بر يقول انا امين عام حركة امل وحزب الله ورئيس مجلس النواب. اجا الايراني قال له شباب بتكون تقعدوا عقلين. نحنا المنقرر انتم ما بتقرروا. واعدوا عقلين. واعدوا عقلين. يعني لحظنا كأنه هالمبادرة اللي اطلقوها السليسي ميقاتي بري وجنبلات ولدت دغري دفنت برضا يعني. ولدت ميتة لسببان. اولا السبب الاكبر هو التدخل الايراني. والسبب التاني انه المسيحيين طلعوا فيها بعين القلق. ما شفوها مبادرة ايجابية. لانه بتذكر يعني بمراحل سرقة. انه ايه ترويكا. انه ترويكا ومدري شو. وفعلا يعني كان بده مش تعامل معه بايجيبية بمعنى جيبولنا هيدا الرئيس محل هيداك الرئيس. كان بده اه نصاب مسيحي واعي وطني. مين يوم هذا النصاب. البترك الجامعات الاحزاب الوزني يقوموا يقولوا نحن نتكامل مع هذه المعادة مع مبادرة عين التيني على قاعدة لبنان اولا. شو لبنان اولا يا شباب. يعني الدستور والطائف وقرارات الشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية. بس هتا كمان بدل دكتور انه الايراني بعده اول. اه اه مين قال له مش اول. بعده ماسك الوضع. يعني يعني اليوم الرائل عم بتمت اكتر الاشيات وانه هو امين عام حزب الله. ولكن السيد نصر الله. ولكن الناس تؤمن بقضية. وتؤمن ما لا تؤمن باشخاص. نحن هيدا الحزب بنية على عدم الامان باشخاص. فانه ايه الحزن كبير والمصيبة كبيرة بس هيدا ما بيعني انه حزب الله هنهار. يعني هيدا هو كمان عم بيكون فيه رأيات. انا من اول حديث قلت حزب الله ما نهار. تريد يلخص بشكل كاليكاتوري شوي المعركة. الايراني مصر انه يقول قرار الشيعة عندي. نحن مصرين كلبنانيين نقول قرار الشيعة في لبنان. هاي المعركة. وكل شخصية شيعية بتساعد بهذا الاتجاه هو حليف. وكل شخصية شيعية بتصر على القول بانه يجب ان يبقى قرار الشيعة في ايران بيكون ضد المصلحة اللبنانية. هيدا خبس سياسي. خبس? ليه? لانه شايفين انه اليوم فيه رأي عام شيعي كتير كبير عم بقول ايران تركت حزب الله. فاجيتوا هلا تقطفوا. لا ما حدا عم يقطف حدا. عم نقول انه هيدا التجربة اللبنانية. طيب يا ستي راهن فريق كبير من اللبنانيين على صداقة سوريا. مشيك؟ بلحظة شعروا انه سوريا امام مصالحها اكبر من مصالح صداقاتها بلبنان. قالوا لا لا سوريا ومشي. انا اليوم ما عم بحرد ولا عم ببعث رسائل. انا كل اللي عم قولوا فيه معركة كبيرة بيننا وبين ايرانيين. ايرانيين عم بيحاولوا وانا بيلاقي خطأ كبير عملوه. ومستفز جدا زيارة وزير الخرجية من بعد مبادرة عين التيني. كأنهم احبطوا محاولة لبنانية بقودة شخصية شيعية اسمها نبيه بري لاعادة مصالحة هذه الطائفة مع الدولة ومع ومع الظروف ومع سائر اللبنانية. اجوا يقولوا لا يا شباب مش انتوا اللي بتقرروا. ايا ساعة واقف اطلق النار. وان بنعمل واقف اطلق النار. واذا لازم نقرره ولا لا. نحن المنقرر عنكن. هذا الكلام كلام مستفز. وانا برأيي بده يطلع مجموعات شيعية حتى ربما من داخل حزب الله. حتى ربما من داخل حزب الله. تعتبر ان هذا الكلام كلام مستفز. كلام حسين حش حسن. من بعد زيارة وزير خرجية ايران. يلي اصر على الجزيرة. انه اولا يطل. عادت انه ما بيطلوا. صوت وصورة. ما بيطلوا صوت وصورة. يعني اخد على عاتقه خطورة الاطلالة. بشيك. انه اسرائيل عم تقوص ناس ركبين على الفيسبا. وفيها تصطاد او فيها عفة مش تصطاد. فيها تستهدف. تستهدف نائب ونائب ووزير وقاله قيمته من عائلة ومن ومن مكان. طلع تحدى الخطر وطلع بلغ انه خي رغم كل شي نقال نحن بدنا واقف اطلق نار بلبنان. قالت له تاب يعني عم تنفسه عن غزة. قاله كله اللي يرجع بنحكي فيه بعدين. بس هلأ ما يهمنا واقف اطلق نار بلبنان. وبالتالي هذا بتدل انه حتى بداخل بيئة حزب الله في حدا عم بيحاول يقول لا احنا عنا قرار لبناني ايضا مش قرار يعني كله عند ايران. لانه كمان في بداخل ايران اكتر من رأي اليوم. ما كمان ايران نفسه في اكتر من جناح مظبوط يعني كمان في واحد يلعب على هذا التناقض. يعني زيت على زيتون. يعني اذا هذا كمان موجود بايران هذا التناقض. وبالتالي بيسهل على التناقض الداخلي انه يبرز اكتر. طيب بس بهيك اخيرا بتذكر بيه من بعد سبع اكتوبر اول ما بلشتك اندكاء الا اول ما حاضرتك. سألتك اذا بدك تنتصر حماس وكنت كتير صريح وبعد اعتبره الى درجة اه خونك لما قلت لا ما بدي تنتصر حماس. اليوم بدك ينتصر حزب الله با المعركة. بدي شو? ينتصر حزب الله. يخسر حزب الله? ينتصر. خلص ما 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 انتصر اعلن خسارته الحزب. ما اعلن خسارته الحزب. هلأ شو بدي عم قول يعني اعلنت خسارته. كين بدك ينهزم حزب الله? وكين بدك قوة لانه بالداخل مش قدرين تهزموه? كان لابد ان ينهزم بهالطريقة برأيك? يعني كنت بتمنى له انه ينهزم بطريقة اخرى. حط حلو بمحل مستحيل. مستحيل. يعني سقط شغلتان شغلي هو معني فيها ومعنيين اللي صدقوا معها وشغلي تاني انا معني فيها. انا كمواطن لبناني. الشغلي الاولى توازن الرعب. انه شباب وقعكم تخافوا طالما انا موجود بسلاحي اسرائيل ما بتسترجي تتعدى او تتخطى خطوط حمر معيني. بيان انه هذا الموضوع مش صحيح. اتنان اسقط ضرورية الامن الزاتي. هايدي انا معني فيها كلبناني اخر. لانه كان في ناس عم بيحاولوا بيقولولي. بتقعوا نتمثل بالسناء الشيعي. بتقعوا نعمل متل ما عم يعمل حزب الله. بتقعوا نبني احزاب على قاعدة انه نعمل لحالنا دورة استشفائية وطبية واعلامية ومالية واجتماعية وعسكرية. وحصيلة هذه الجهوزيات الطائفية بتقعد مع بعضها بتعمل عيش مشترك. هذا لا لبنان ولا عيش مشترك. سقطت مقولة توازن الرعب. وسقطت مقولة الامن الزاتي. الف وميتان سرير بالعناية الفيئة ليلة البيجر. يعني قد ما فيه اسرة عناية الفيئة بمدينة بريز. وبالتالي ما حدا قادر بلبنان. مهما على شأنه. ومهما ادعى بجهوزيته ان يكون ضماني. لطقفته بمعزل عن ضمانة لبنان. وبمعزل عن ضمانة الدولة. يعني ما حدا قادر يكون الدولي. ما حدا قادر يكون الدولي. ولا حدا قادر يقدم ضماني لطيفته. الا الدولة بتقدم ضماني لجميع اللبنانية. دقوا على كتف فراس الابيض. وادولوا بدنا مستشفى. ووقت اللي ايضا يعني حصلة كارسة النزوح. دقوا على كتف لبنان. وقالوا يا لبنان. يعني اوعى حدا يعاملنا على قاعدة التشفي. نحن لبنانيين متل كونه لبنان كان اكرم. يعني. يعني هدا فائد القوة سقط. سقط. خلص. ما بقى فيه موجود. دولة ضمن الدولة سقط. خلاص. يعني شو قلق. كنت كنت حابب انك انت تسقط وتكون مساهم بمعركة اسقاط حزب الله. اليوم فرحت لانه سقط الحزب. لا ما فرحت بس عن بقر الواقع. يعني انه سقط. ما فرحت لانه بعدك تعتبر انه اسرائيل خطر. مش انه بستقوى بعدوي على. لا اكيد اكيد. كان يقول انه نحن تسلحنا لو الشيطان سلحنا بوقتها. القوات كانت هيا نظريته. لو الشيطان سلحنا باثنين واتمين. نتسلح. نحن بدنا نحارب كنا الهي دا الوجود الفلسطيني. انت منك مع هيا نظرية دكتور. انا ما كنت مع هيدا. لا ومنك مع هيا النظرية حتى لليوم. مش انه بتحلف مع عدو ولا شيء. لا لا انا ماني مع هيدا النظرية. بس ظروف اتنين واتمين. اللي فرضت على فريق من اللبنانيين انه يحمل سلاح. تغيرت ما بقى موجودة اليوم. انا اكيد. يعني انا من بعد. يعني انا ما كنت من فريق بشيري جميل. بس انا هلأ بعمري ومن بعد تجربة طويلة. تقراها غير. تقراها غير. بقول انه تاب انه كان في عملية انهيار للدولة بلبنان. وعملية وضع يد على القرار الوطني اللبناني. اجا بشيري جميل بمرحلة من المراحل. قال اذا الظروف الاقليمية والدولية. اخدت قرار باخراج. ونظمت التحرير من لبنان. انا قادر اتولى العملية الانتقالية. انا برأيي اليوم. في زروف دولية. اوكلت باليمين نتنياهو. انه يخد على عاتقه تراجع النفوس الايراني بلبنان وبالمنطقة. مين بدو يخد المرحلة انتقالية. وينقل لبنان من المرحلة الاخرى. مين بدو يعمل اليسر كيس وكامل الاسعد. يلي سهلوا انتخاب رئيس. تفضل يا دولة الرئيس بري. عمول اللي عملو رئيس صائب سلام باثنان وثمانين. وقتلوا بشيري جميل باربعتاش عيلون. عملوا صبرة وشتيلة بالليل. وعيوا المسلمين. انه يخي شو عم بصير? انه انه اتناعشر الف مقاتل فل مع ابو عمار. بعد فيه نساء واطفال بتفوتوا عليهم بتقتلون. الله ما بقي خلينا ننتخب مسيحي رئيس جمهورية. لبنان انتظر صائب سلام. شو بيقول صائب سلام? طلع صائب سلام قال مش الكتائب عملوا صبرة وشتيلة. اسرائيل عملوا صبرة وشتيلة. سهل على النواب المسلمين يرجعوا يعيدوا انتخاب رئيس جمهورية واستمرت الجمهورية بلبنان. اليوم انا ما قتلتك. روح شوف اصحابك وروح شوف اسرائيل. انا كربناني ما قتلت. ضدك انا صحيح. انا قلفت مجلس وطني رفل احتلال الامنان. بس انا ما سهمت بقتلك. ولا شريك اسرائيل بقتلك. ولا عندي مصلحة سلطوية عليك. تا ربما شارك بقتلك. ما عندي ولا اي مصلحة. روح شوف انت مع مع ايران مع اسرائيل. مع لعبة الامم. مين اللي اتلك. بس انا اليوم انا وياك. بدنا نعمل شراكي. تا ننقذ البلد وننقذ المرحلة لمرحلة اخرى. ما تحملني هذه المسؤولية. روح حمل هذه المسؤولية لمين اتلك. وانا وياك بارف خير. اذا انت بترجع على لبنان بشروط لبنان. بالاخير كيف كان وقع اغتيال السيد نصر الله عليك؟ فكرت تكتب ما تكتب تعلق ما يعني ادي اخدت معك. وضغري صدقت انه اغتيال السيد نصر الله؟ ما كان مفاجئة. تدرج الاوضاع. اه الاختيالات الهادفة. القيادات. قصة البيجرز. فؤاد شكر. انا انا ذو هلبي اللي اريده بالواشنطن بوست انه من سنة الالفان وخمسة عش عم بتسمع عليهم للشباب. فايتين على على الوسائل اللاسلكي. وعم بتسمع عليهم. في راس حتوم عمل عن الموضوع على تفاصيل. راح تشوفوا قبل واشنطن بوست تشوف كيف الخرق صار. ذو هلت بشو انه شو جابوا عالضاحي الجنوبية يعني انه شو جابوا لهون مين القدرة اللي جابته على هذا المكان رغم معرفة كل العقل الامني اللي محيط فيه بانه اليوم هو الرجل المستهدف. نحن بعد ما فهمنا كلبنانيين مش انا وياكي بعد ما قدرنا شو معناته اختيال امين عام حزب الله. هذه صفحة جديدة بلبنان ومنعطف كبير بالداخل اللبناني. كل همي ما يجب ان نقوم به كلبنانيين هو انتقال لبنان من مرحلة الى مرحلة بعيدا عن العنف ومن خلال الاصرار على بناء الدولي حتى تكون الدولة اللبنانية حاضنة الجميع. نقدر؟ نقدر ايه نقدر. يعني متفائل بانه في رايحين على المرحلة ولا لا رايحين على مرحلة كتير سوى طويلة. ايه انا بلاقي ان احنا راح نفوت بمرحلة طويلة اولا واحد يفكر انه وعم بتوجه للناس حين كمان انه مش شهر وشهرين وثلاثة هيدا موضوع طويل. طويل ممكن ياخد سنوات لونادي مرحلة انتقالية بس ما في حل اخر. سنوات من النزوح والتهجير ايه? ايه وسنوات من من الاضطرابات لانه متل ما عم نقول في منعطفات كبرى صايرة. في احداث كبيرة صارت ارتداداتها بعد ما حسينا فيها. بعد ما شفناها راح نشوفها. بكرة بدو يطلع فلان يتهم فليتان وبكرة بدو يصير في انشئاءات وبعد بكرة بدو سير في مشاكل وبعدها بدو سير في. بسير شي حرب داخلية ولا بتسير بعد اهلية. ما في ما في ارار لحرب. ما في شي بين عمل بالسياسي مش يعني منفصل عن الارادة الاقليمية والدولية. مش انو ازا المسيحيين بتحسسوا من المسلمين بصير في حرب اهلية. مش انو ازا واحد قال بدي اعمل فدرالية بيعمل فدرالية او انا بدي عد والمسيحيين ياخدوا قد ما بيطلع لهم بالقبان مش هيك بتصير الامور. انو هايدي هايدي مشاعر بيجربوا يطبقوا المشاعر على السياسي. سياسي غير المشاعر. السياسي مصالح كبرى والسياسي مصالح العلاقة مرتبطة ببعضها البعض. مرتبطة بدواء القرار الاقليمي. بس انا فايتين بدوامة بتشبه دوامة ما بعد اغتيال رئيس شايد رفير الحديد. اغتيالات اترابات. برأيي هيك. برأيي هيك ولا مدة طويلة. وما حدا حيعمر بهالفترة يعني. وما حدا رحيعمر بدك تعمري بدك دولة تتعمري. بس تنتخبي رئيس ونجيبي حكومي. من عمل مؤتمر اصدقاء لبنان بمكان بالعالم بيجي عشرة اتناشر مليار دولار. تتلزيت السيناريو اللي فتنا في بعد الفين وخمسين. يعني ما ما رح يتغير الموضوع. شكرا لقلك دكتور فلس أنا يعني باعتذر اذا يعني كنت. دايما عم تكون الاكثر صراحة بين الموجودين يعني في ناس عم بتجرب انه ما توصل الصورة متل ما هي. ننسي انا ما بدي انا ماروني وما بدي عمر رئي جمهوري وماروني وما بق رابط حالي بولا استحقاء. انا عم بعمل سياسي بما اراه مناسب لبلدي. وبتصور انه قلنا حق كاللبنانيين بالحلم ببلد احلى لقلنا ولولادنا. اولادنا صاروا برا. وانا من عمر يعني ما بق في روح لبرا. وعلى جميع الاحوال ما كنت بروح لبرا. انا عشت ودرست برا ما اخدت ولا جنسية. اوروبية اخرى. بس عندي تمني ما بقدر اقول توصي لانه عايب واحد يكون هو عم بوصل الاخرين. التمني انه اوعى حدا يفقد الامل انه هيدا البلد انتهى. لبنان لا يزال على موعد مع مستقبل كبير لالو. شو ما كانت المرحلة الانتقالية صابة بس نحنا فيتين على مرحلة جديدة. ان شاء الله وانا يعني متل كلمة حقت وقال لما قلت بالمؤدمة المتطرف الاكثر اعتدالا. اه فعلا لانه بعرف هلا بموضوع النزوح قديش كين دور فرسة سعيد. يعني الناس بتفكر انه فرسة سعيد حد بالحكي بموضوع جبال والنزوح الكتير كبير اللي سأل. اكيد واهل انا يعني او اهل. بهايدا المحل كنت لا رأس حربي. هايلي كل يوم كنت عم بمشي. انا بمشي كل يوم. كنت عم بمشي كل يوم. بمشي كل يوم بالجبل يعني. تم لق سيارة حدي. قطعت ورجعت لورا. قلت انا هيدا هوي. ولا المسكة. شاب يعني متل الشباب اللي بنشوفهم هلأ يعني شكله. ومربة دقا وعمل وشم على ايده. قال لي انتي فلان. قلت له انا فلان. معي شاب تاني. قال لي انا من حزب الله. قلت له اهلا وصالة فيك. قال لي انا عم ببرم على الناس حين اللي موجودين هون. بدي اطلب مساعدتك انه نحنا بتكون تتحملونك المحل. قلت له اوشي مش بس. تطلب مساعدتي. تطلب مساعدتي. وبيتي بيتك. ونحنا بهيدي المنطقة ما بحياته حدا تطلع لي حدا بالورب. اقصى درجات التعاون مقابل بس شغلة واحدة. اقصى درجات احترام البيئات اللي احنا موجودين فيها. حتى ما تخلق حسيسيات تتجاوز قدرتنا على استيعابة. وهذا المطلوب. وهذا المطلوب. شكرا للك متابعينا شكرا لحسن متابعة والى اللقاء في حلقة جديدة. شكرا. اشتركوا في القناة